السلام عليكم الرحمن الله وبركاته عشانكم شباب ان شاء الله تكونون ب îلف غير. موضوعنا اليوم راح يكون عن الكوبر كل أكو شباب سامعين بي وأكو شباب ما معر عليهم وشنو معنا شنو معنى الكبر كل خلوانا النشرح او بالبداية قبللها ندخل ونروح بالتفاصيل شنو معنا الكفر كل الكبر今日 يا شباب اذا تملك مية سهم وتريد تدخل لك زايد كل اسبوعين او كل اسبوع او كل شهر. اكو طرق اه موجودة اللي هي عن طريق اوكو ناس اه تتجنب انا واحد منهم اتجنب ما ادخل بي لان اه بمشاكل مو قصد المشاكل يعني الرادلة واحد اه قلبه ميت اه بيعقود وهذه المضاربة بالعقود بها خسارة وبها ربح بها الخسارة قوية يعني اذا خسرت تخسر بقوة واذا تربح تربح بقوة يعني واكو هواي شباب بيحبون المضاربة بالابشن احنا ما رح نضارب بالابشن احنا كل ما هنالك نستخدم الكفر كول الكفر هو تملك مئة سهم اه كل ما ملكة مئة سهم ملكة خمسمية ملكة الف كل مية من هاي الاسهم تعتبر يصيحولها عقد كل مئة سهم يسمى عقد ما تقدر اه مثل تسعة وتسعين ما تقدر تبا ربي يعني ما تقدر اه ما تقدر استوي لكفر كول لازم يكون عندك مئة سهم واشالله رح ندخل نصب تفاصيله وقبل ندخل يا اخوان ارجو منكم الدعم لهذه القناة هي قناتكم اه كل ما مطلوب منكم تسوينا اللايك وسبسكرايب هذا بس هو المطلوب منعتكم لا اكثر ولا اقل ونتوكل على الله ونبدي بالشرح اه مثل ما شوفون احنا فاتحين صفحة يونيتد ايرلاينز عندي وياهم مئة وتسع وعشرين سهم اه قلنا اذا تكون ميتين يعني معناها عندي عاقديين بس انا عندي عاقد واحد لين ميت سهم واكو ناس اللي عدها والله ممكنها اي شي يسوون هاذي شي يسوون مثل يشترون اليونيتد ايرلاين بفترة النازلة بالوقت النازل مثل اللي خلي نقول مثل خلي نقول احنا نفد نزول باحل ثلاثين وسبعة وعشرين سنت يشتري لمية ميت سهم ويعزلهم او يشتري لميتين حسب امكانية دخلك وبهاي الميتين يروح يسوي بيهم عقديا هس راح ندخل بالتفاصيل ندخل على الكبر كول ونشوف التفاصيل اللي قلنا ندخلها عن طريق تشريد يونيتد ايرلاين ابشن نضغط هنا وهاذي المنطقة راح نشتغل عليها هاذي الشاشة اللي هي يسوحولها الابشنز اللي بيها العقود وبيها تفاصيل كبيرة يعني صراحة وتفاصيل معقدة شوفون هنا قسمين الباي والسيل والكول والبوت الباي كنا نعرف بين تشتري والسيل تريد تبيع هنا شنو تيت بيع وشنو تيت تشتري تيت تشتري تيت تشتري بكول معناها اسهم تيت تصعد احنا داخلين قلنا باليونيتد ايرلاين او تيت تشتري بيت اللي معناها تنزل انا بالنسبة لي صراحة هي قلنا عقود ما تعامل بيها خلونا نركز على موضوعنا موضوعنا الكبر كول بالكبر كول شنو نحتاج احتاجينا ميت سهم قلنا نملك ودخلنا بهاذي المنطقة مات الابشن الروح السيل والكول اذا اختارينا ذور الثنين هاذي معناها كبر كول او يصيحوا لي البيع على المكشوف اه قلنا نركز على نقطين من تملك مئة سهم اه شنو راح تستفاد من عندهم من هاذي الاسهم تذكرون قلنا السهم كان بواحد وثلاثين دولار نازل واحنا راح نشترينا مئة سهم انسوا هذا المثال قولوا احنا مشترينا بثلاثة وثلاثين دولار مثل ما شوفون هنا السعار اليوم بثلاثين وثلاثين بس الماركت متحرك يعني ما راح يبقى ثابت حتى الاسعار هنا انا سرح نشرحها ما راح تبقى ثابته شوية وخدني خاصة بالشرح قلنا مشترينا السهم على ثلاثة وثلاثين دولار ضبط انسوا هذا الرقم ركزوا بان احنا اشترينا اليونيتد ايرلاين قبل ثلاثة يام او قبل يومين اول يوم اشتريناهم على ثلاثة وثلاثين دولار ملكنا اسهم قيمتها اه عددهم مية اه ملكنا اسهم عددهم مية اشتريناهم على ثلاثة وثلاثين دولار ايفن صاروا بثلاثة الاف وثلاثمية دولار. اذا على ثلاثة ثلاثين. نجي لهاي المنطقة هنانا. نجي للسيل قلنا راح اختصاصنا اليوم بس بالسيل اه بالسيل والكول. سيل وكول. ابد ما راح نروح لا للباي ولا على البت. ابد ما راح نستخدمهم. اول ما نركز على السيل والكول. اجينا هنا انتهينا من عدها. عدنا مثل ما شوفون هنا اه تواريخ. هذي التواريخ كل وقت اللي شوفون هنا انا مثل بجولاي واحد ثلاثين معناها يوم جمعة ينتهي العقد. اوغس سبعة هم يوم جمعة. اوغس فورتين هم راح يصادف يوم جمعة. واوغس توني وان والقائمة طويلة. كل كل العقود تنتهي بيوم جمعة. يعني تدخل اربعة تلقالك عقد راح ينتهي بعد يومين. تدخل يوم الثينيين تلقالك عقد راح ينتهي بعد اربعة ايام. فنختار العقد من هنا. بنا نختار التاريخ وهذا التاريخ الاكسباير. اسهمنا اشتريناها بثلاثة وتلاثين دولار. وريد نستفاد من عدم وهو احنا ونملكهم. شو راح نستفاد? شوفون هنا الارقام. اهم شي عندنا بهاي الارقام. السترايك برايس. هذي اهم نقطة ركز عليها يا شباب. السترايك برايس. مهم ركز عليه. بس اكو ناس مقدمة العروض بينت تشتري على هذا السعر اذا وصل يوم واحد ثلاثين جولاي على هذا السهم. ش راح نستفاد? اكيد اذا انت وصل اه مشتري بتلاثة وتلاثين وساهمك اذا وصل ستين دولار راح تبيع اكيد اكثرنا راح نبيع. او خمسة وخمسين هم راح ابيع. او تسعة واربعين هم راح ابيع. او سبعة واربعين هم راح ابيع. ستة واربعين راح ابيع. لانا تشوفون فرق. وانا مشتري مية فاعتيار دي هذي كلها فلوس. صحنا مصحيح. نجي للشغلة الثانية والمهمة اللي هي. البرميوم. هذي سيحوله البرايس. اللي هو معناها البرميوم. هذا اللي راح تاخذ انت اليوم اذا قدمت الاسهماتك للبيع. راح تقبض هاي الفلوس. اهنا مثل ما شيفون سنت واحد. واكيد ما راح يقدمنا. ليه هذا مو سنت واحد. هذا معناها في مية. اه كل رقم تشوفوه هنانا في مية. اذا نشوف اه هذا سنتين في مية دولارين. هذا دولار هذا دولار هذا دولار. هذا البريميوم اللي راح يصير بجيبك فلوس العقد. طبعا الارقام تغيرت لان كنت لكم. الارقام تغيرت وانا كنت ما اخذ ارقام. اه للشرح. شوفوا كلها تغيرت. اه كان عندي رقم اللي هو كاتبه هنانا على العقد. عقد اه. كان بدولار وستة وثلاثين بس اختفى راح خلاص ظهر انباع. بس خلونا نركز على دولار وستة وثلاثين لان انا كاتب بعد ما راح اقدر اكتب مرة ثانية لان قلنا الماركت جاي يتحرك. بس خليني اوضح لكم. الغاية من تملك مية سهم ملكتهم على ثلاثة وثلاثين دولار صار عدنا تلاتة الاف وثلاثمية مشترينهم صح لا مصحيح. اكو ناس هنانا انت اكو ناس تسوي باي ريدي يشتري. انت لا تسوي سيل قلنا. السيل كول السيل كول اللي انت تملك عقد بيميت سهم وتيت بيعه. تيت بيعه اكو ناس حط اسعار. واكو بريميوم هو حاط دي بازت مقدم يقلك انا انطيك هذا. اذا السهم وصل على خمسة واربعين دولار بهذا التاريخ بجولاي واحد ثلاثين. انا اشتري من عندك. مثل ما شوفون هاي الاسهم. بس تعرفون هنا انا والله دولارين يعني وراح تبقى مقيد اللي واحد ثلاثين بس تحيل سويها. ما لا قيمة. شوفون هذا الشير برايس ثريتو. واحنا مشترين بتلاثة ثلاثين. كل ما تنزل تحت هذا الخط الشير برايس راح تشوفه اقل قيمته. احنا دائما اه من نضغط بالتواريخ. خاصة نشوف مثل اوغست هنا دخلنا باوغست شوفو طلع لي اللي اللي فوق لثلاثة وتلاثين دولار دائما من هذا الخط. يعني فصلهم خلالك موجودين بثلاثة وتلاثين. دائما قلنا تحت الشير برايس ينزل شوفو هنا انا ما راح تلقاه. تلقى ناس طالبة بهذا السعر. يريد يشتري بثلاثين معقولة انت مشتري بثلاثة وتلاثين تروح تبيع بثلاثين. بس شنو حاط هذا حاط دولارين وثمانة سنتات يعني معناها ميتين وثمانية اذا انت وافقت تبيع بهذا السعر بتاريخ باوغست سبعة. البريك ايفن بين قيمة السهم اللي انت مشتري بثلاثة وتلاثين راح يطلع عندك هنا انا باربع وثلاثين وثمان سنتات اذا وافقت على هذا. هذا تشينج ما ما يحتاج والشينج ما للفروقات. بس اهم اثنيا نركز عليهم مهم يا شباب. والعقد هذا اللي شوف هنا هذا طالب خمسمائة دولار وثلاثة معقولة تبيع بثمانية وعشرين. شقد راح تصير تكسب ثلاثة سنت. صحنا مصاهي. شوف هنانا البريك ايفن ماتك الثلاثة وثلاثين او ثري. وانت اضال الاستاك عندك منا الاوغست ما راح تستفاد. نرجع لجولاي ثري فرست. قلنا انا مسويت شنت على دولار وخمسة وعشرين. طبعا عقود هذه عقود تتغير خاصة الماركت مفتوح. تتغير. فكان عقد هنانا بدولار وخمسة او قلنا بدولار بدولار وستة وثلاثين يعني مية وستة وثلاثين دولار وكان مطلوب بواحد واربعين دولار. ماشي? خلونا نقول هذا اللي هو بدولار وخمسة وثلاثين. معناها قلنا معناها قلنا مية وستة وثلاثين دولار. اذا وصل العقد يوم واحد ثلاثين. اذا وصل السهم منا الواحد وثلاثين باربعين دولار. انا مجبور ابيع للمية سهم اللي املكهم. فله السبب يا شباب لح حادي يسوي هاي الطريقة اذا ما يملك الاسهم. لان انت تقول والله خلو حا يسوي انا هذي الطريقة واكسب هاي الفلوس منه على اليمين. انت تكسب هاي الفلوس يبطيك يا رابنهود. بس اذا وصل السهم والله ما يوصل هذا السهم. بس وذا وصل السهم اربعين دولار. رابنهود جباري يطلب منك تشتريه باربعين دولار وتطيهم اياه. تطيهم للشخص اللي يريد يشتري هذا اللي يحاط على الباي. يريد يشتري على هذا السعر. لان هو مطيك مقدمة اي هاي المقدمة. لبريميام. ان شاء الله وصلت الفكرة شباب. هس راح نرجع نطبق على السيناريو اللي عدنا. احنا قلنا الركز على سترايكة برايس. والركز على العقد هذا العقد. قلت لكم لان الصبح انا جمع المعلومات وكاتبهم هنا انا مثل ما شوفوا 136 دولار 36. كان العقد باهل 40 دولار. فالشاشة تتغير ما يظل ثابت. لان عقود قلت لكم هي تروح وتيجي تروح تيجي. فانت تيجي تدخل تاخذ لك عقد. خل روح بالتفاصيل للشيت انا مسويها حتى توصل الفكرة عدكم اكثر. مثل ما شوفون قلنا اه شرحنا اليوم على الكبر كولز. وهس راح نطي الاسوء الاحتمالات وشنو خسارتك وشنو مكسبك. قلنا احنا نملك مئة سهم. طبعا ضروري لازم تملك يا شباب لحد يسويها ويخسر بعدين ويتورط. ترى انا كما هنالك اشرح لكم الموضوع شون نستخدم الخاصيات اللي برابنهود. انا غير مسؤول اللي اللي يريد اللي يريد يتعلم ويريد يروح يتشوف لا يستعجل يقرأ ويتعلم ويطبق الخطوات. نجي للاحتبال الاول قلنا. قلنا ملكنا مئة سهم من شركة ينايتد ايرلاين. وكان سعر الشراء ب 33 دولار. كلفني 3300 دولار بيوم الشراء. اليوم دورت بالعقود لقيت لي عقد ينتيه بنهاية هذا الشهر. طالبين بي يعني 41 دولار. والكول ماتة اللي هو اللي ينطي الفلوس العقد المقدمة ينطيك مقدمة دولار وستة وتلاثين اللي قلنا هي مئة وستة وتلاثين دولار. قلنا كل رقم اذا شفتوه دائما في مية يعني في مية سهم. اذا وافقت انت تاخذ هذا العقد على بان اذا وصل السهم نهاية هذا الشهر واحد واربعين دولار. رح رابن هود يحول لك هذا المبلغ اللي مية وستة وتلاثين لمحفظتك. بس انت بعد ما تتحكم بس سهم منا لحد يوم واحد ثلاثين نهاية الشهر. من نوافق من تحصلة للعقد هذا. من نهاية الشهر بعد ما تقدر تتحكم به. انت بس بس تتحكم بهاي الفلوس من الصير بمحفظتك. المية وستة وتلاثين صاروا ملكك. والاسهم يبقون بمحفظتك بس منا لحد يوم ما واحد ثلاثين. ماشي شباب. منا لحد يوم واحد ثلاثين. الاحتمال الثاني. بان اشتريت الاسهم بثلاثة الاف وثلاث مية اللي ميت سهم. وحصلت عقد بنهاية هذا الشهر على واحد واربعين دولار. اذا وصل السهم واحد واربعين دولار. بان هذا الشخص راح يشتري منك مقابل حاط تأمين اللي هو البريميم دولار ستة وتلاثين اللي هي مية وستة وتلاثين دولار. اللي انت اختاريته هو واحد واربعين صح? قلنا واحد واربعين وافقنا نبيع. بهاي الحالة راح تبيع الاسهم على واحد واربعين دولار. زائد مبلغ البريميم. شن المكاسب? قلنا واحد واربعين دولار راح تبيع عندك ميت سهم. اجباري راح تبيع المية ماكو خمسين او سبعين. راح تبيع الميت سهم على اربعة الاف ومية اللي هي واحد واربعين اه في مية اربعة الاف زائد انت كسبت مية وستة وتلاثين. شكا صار عندك اربعة الاف وميتين وستة وتلاثين دولار. كم الصافي صار عندك صار عندك صار عندك تسعمية وستة وتلاثين دولار صافي ارباحك من من الثلاثة الاف وثلاثمية. قبضت تسعمية وستة وتلاثين. شن الاسوأ بهذه الحالة كلها. شن الحالة اللي احتمالت مو زينة لك. الحالة المو زينة لك يا شباب. انتشر اشتريت سترايك ب 41 دولار. صح لهم صحيح. قلت والله ده سهم يوصل 41 ما يخالف. ابيع ب 41 وانا مستفادة من مليو 36 صارت بجيبي. يعني استفادية من هذا المبلغ والفرق ما للأسهم. صح لهم صحيح. شنه اسوأ الاحتمالات? اسوأ الاحتمالات اذا عبر السهم بهذا التاريخ اللي هو يوم واحد ثلاثين او قبل يوم واحد ثلاثين بدأ يصعد. تعرف ذاك الشخص مرح يقدر يجبرك الا يوم واحد ثلاثين. شكوا يوم واحد ثلاثين صار السهم خلي نقول بواحد وخمسين بدل ما واحد اربعين. انت هنا مجبور اجباري تبيع على واحد واربعين دولار. لان انت اخذت عربون على لهذه العملية. اللي هي مية وستة وتلافين دولار. ما انا شغلة يعني مشكلتك السهم عسى ما يوصل ميت دولار. لهذا السبب نقول يا شباب من تختار سهم اختار وادرس السهم اللي تريد تشتري منه من عنده مية. بين السهم ما يعبر الخمسة وتلافين وتتشتري مثل بتلافين تسعة وعشرين. وتشوفون الخط البياني مات ابد ما يوصل مثل خمسة وتلافين تسعة وتلافين. على ما تروح سوا هاي العملية. يعني تخلون تشترون سهم بان وصوله يكون معقد. حتى انت تستفاد كل ثلاثة ايام كل خمسة ايام بتكسب لك ثمانين دولار. اكو عقود قلنا. اكو عقود قلنا بعشر دولارات. والتسهم حاطب يعني تسهم بمحفظتك بمحفظتك. ما راح تكسب شي. مثل هسا هذا. احنا اليوم شغل تاريخ ثمانين وعشرين بجولاي. هذا دولار ما لا قيمة. هذا دولارين ما لا قيمة. دولارين ما لا قيمة. بس التاب مثل خلي نروح مثل الاوغست واحنا شفنا باوغست. بلا هذا طالب ثمانين وعشرين. احنا قلنا تحت الخط ما ما نشوفه. فتشوفون هنا الارقام ما تفيدنا مثل هاي سبعة عشر دولار اخذها مثل. اشوفها والله اليونايتد ايرلاين من الصعوب ومن النادر ما يوصل. يوصل مثل الاربعين دولار. فتقول شفتوا الارقام شون اتغيرت بسرعة اتغيرت راحت. فهيت هذي هذي طريقة تستفادون من العقود اللي على اليمنا اللي معروضة. هذه العقود اللي معروضة مثل هذي دولارين دولارين ما لها قيمة. بس العقود قعدت لها الصباح او بالليل او اي وقت راح شوف هاي الارقام تتغير كل شوية. فهذي طريقة اللي قلنا عليها. قلنا هنا ما راح تقدر. راح تكون مجبور. اذا يوم واحد 30 جولاي. والسهم ما تكوصل خمسين دولار. انت كل ما هونالك راح تقبض هذول الفلوس. خمسين دولار بستين دولار سهمك. انت صرت اجباري تبيع على واحد واربعين دولار. الميت سهم. يعني ما تقدر تطلع منها العملية. خلاص بصرت محصور. لان اخدت الفلوس لبريميوم. وانت وافقت على هذا العرض. فالهذا السبب نقول ادرس الموضوع قبل لا تقدم الطلب ماتك وعنا مدي يعني والله تحصل لك 36 دولار. وانت تدري بالسهم ماتك يوصل حتى المية. مو واحد واربعين يوصل حتى مية. فالهذا السبب نقول شوفوا لكم اسهم ما توصل لهذا المبلغ. الاحتمال الثالث والاخير وهذا السيناريو الاخير مالتنا. قلنا مشتري السهم على 33 دولار. والتاريخ البيع اللي اختاريناه اللي هو نهاية هذا الشهر على واحد واربعين. وسعر الكول مشترينا بمية وستة وثلاثين دولار. بس شنو صار عندنا هنانا بهذا السيناريو الاخير. بدل ما الاسهم هذا اللي ريجي يشتري بواحد واربعين صارت بالعكس صار عندنا هنانا نزول للاسهم. نزلت الاسهم ونزل. من تلاثة وثلاثين نزل النهاية الشهر صار بتسع وعشرين. انت اهنا ما خسرت اي دولار. انت كل ما هنالك صار بجيبك المية وستة وثلاثين دولار وبس. وهذا الشخص الخسر هو خسر المية وستة وتلاثين اللي يتوقع العقد يوصل واحد واربعين دولار. هو الخسر. انت حطيت بجيبك المية وستة وتلاثين دولار لانت رجالتي تبيع انت حطيت الاسهماتك للبيع على هذا السعر. شايف احنا من نفتح محل ونعرض بضاعتنا يا با انا طالب بهذا السعر. انت طلبت هذا السعر وهو حط عربون المية وستة وثلاثين. انت كسبت المية وستة وثلاثين وهو خسر لان الاسهم نزلت. شن الحلو بهذه العملية? هذه العملية قلنا الاسهم نزلت وتأسهمك ما خسرتهم اكيد السهم ان ينزل ما راح تخسرها. قيمتك تنزلت اليوم باتشر يرجع يصعد سهم تلاثة تلاثة تلاثين تقدر تكرر وتكرر وتكرر هاي العملية على المتسابات. الحلو بهذا سهم كل ما تقبض فلوس البريميوم كل ما تكسبها انت تذكرون احنا اشترينا سهم تلاثة تلاثين كل ما تقبض هاي سويها اربع خمس مرات ست مرات هذي كلها راح تنزل من هذي القيمة بتسهم بدل ما هو تلاثة وتلاثين وانت سويت هذي هذي على سبع اثمان عمليات بالشهرين او تلاتة شهر راح تنزل قيمتها بس كل ما انت تاخذ عقود العقد بدل ما تحصل بميون ستة وتلاثين راح تحصله باكثر واكثر يعني راح ما لقيمة خلاص بعد اللي سهم ما تقنزلت من قيمتها فما ما معتمنته يعني فهو هذا الفرق يا شباب هو هذا الكفر كول ان شاء الله يكون شرحي بسيط ومو معقد ومو صعب وان شاء الله تكون سهلة وقلنا هذا السيناريو الاخير واخر سيناريو بان ما تخسر الا اذا فلست الشركة وراحت منك الميت سهم هذي خسارتك الشبيرة ما عندك خسارة الا اذا فلست الشركة بس بالكفر كول انت دائما مستفاد دائما مستفاد او ما تخسر ولا دولار كل ما هنالك تاخذ العقود تاخذ على مية او على تاخذ على ثمانين دولار بان تدريب السعر ما رح يوصل فهذا يا شباب الكفر كول واسف على الاطالة ودرس الموضوع عدل وعرفوه وركزوا يا شباب على على السيل والكول والبريميوم السعر العقد شوفونا هذا سعر العقد والسترايك برايس لا يغرك الستين دولار ولا تغرك الخمسين دولار وانت بثلاثة وثلاثين لان كل ما صعد السعر بستين دولار هذا رح ينطيق دولار عليه بني واحد في مية دولار هذا عرضة خمسة وخمسين في بني على مية محمد دولار فما رح يخدمك هذا هذا بثلاث دولارات فهذه تشوفوه هنا دائما تابعوها رح تشوفونا فيا اخوان هذا الكبر كل واي استفسار طولي بالكومنت وانشاء الله بخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب يرزقكم جميعا